مشاهدين الكرام إذن أهم العنوين الصادرة في الصحف العربية والعالمية ترصدها لنا ميليسا نورخ ميلاد أزعد الله صباحك ميليسا أهلا بك أمان وأهلا بكم مشاهدين إلى جولة جديدة في الصحف العربية والعالمية البداية هذا الصباح ستكون بصحيفة الوطن السورية التي أفردت الغلاف هذا الصباح لزيارة وزير الخارجية الجزائري إلى دمشق وأفدت أن الرئيس السوري أكد أن الشعب السوري لن ينسى موقف الجزائر التي وقفت إلى جانبه في الحرب التي يتعرض لها وسيذكرها دائما على أنها بلد شقيق متمسك بمبادئه وعروبته مؤكدا حرص سوريا على العمل مع الجزائر لفتح أفاق جديدة أقول للتعاون بين البلدين وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين اللقاء شكل فرصة متجددة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين البلدين وتبادل الرؤى والتحليل حول الأفضاع الراهنة على الساحة العربية وأفاق تعزيز العلاقات بين دول المنطقة للتمكن من رفع التحديات المشتركة المطروحة حاليا في مختلف المجالات صحيفة المجاك الجزائرية عنونة الجزائر لن تتغاضى عن الانقسام العربي وتسعى لإجراء قمة عربية موحدة وشاملة ونشرت صحيفة المجاهد الجزائرية فحوى رسالة الرئيس تابون إلى الرئيس السوري الأسد والتي تتعلق بالعلاقات الثنائية واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه المنطقة إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر صحيفة الفرنكفونية أفردت المنشات لطلب سفير جمهورية غينيا في الجزائر الحسن باري من رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون المساهمة في ضمان فطرة انتقالية ناجحة وهادئة في غينيا باعتبار الرئيس الجزائري مهندس هذه الدبلوماسية الجزائرية التي وصفها بالفعالة وبلغت التأثير من بين المواضيع أيضا مشاهدين التي تناولتها الصحف اليوم الاستفتاء على الدستورة التونسية الجديد الصحيفة العرب قالت إن أكثر من مليوني ناخب شارك في التصويت على مشروع الدستورة الذي عرضه الرئيس التونسي قيس سعيد للاستفتاء يوم الاثنين والموافقة للذكرى السنوية لعيد الجمهورية والذكرى الأولى لإجراءات قيس سعيد التي أدت إلى تغيير المشهد السياسي كليا كما جاء في المقال الصحيفة رأت أن ارتفاع عداد المشاركين في الاستفتاء يظهر أن الناس قد حرصوا على دعم الرئيس سعيد من أجل إحداث التغييرات التي يريدها على أمل تغيير أوضاع البلاد كما أن هناك ردود فعل عكسية على حملات المعارضين الذين ركزوا على استهداف قيس سعيد أكثر من تركيزهم على نقد الدستور لتبدو نسبة المشاركة انتصارا لقيس سعيد ونيكايا في خصومه صحيفة الشرق الأوسط مشاهدين عدت من جهتها إلى تأكيد الرئيس التونسي على نهاية حكم الرجل الواحد وعلى أن الاستفتاء سيمهد لتأسيس جمهورية جديدة مختلفة أما في شأن البريطاني كتبت The Guardian البريطانية أن المناظرة الأولى التي جمعت المرشحين لرئاسة الحكومة البريطانية ليستروس وريتشي سونيك كانت حمية وصعبة ومشهونة بخلافات حول قضايا مفتحية كالاقتصاد والتضخم وغلاء المعيشة وقالت أن استطلاع للرأي شمل ألف ناخب أظهر تفوق سونيك على تروس بفرق ضائل بواقع نقطة واحدة بينما أظهر استطلاع للرأي خاص بحزب المحافظين تفوق تروس بنسبة تسع نقاط في حين رأى ناخبو حزب العمال أن أداء سونيك كان أفضل من منافسته وكان هذا أهم جاء في عنوين الصحف العربية والعالمية هذا الصباح نلقاكم بعد هذا الفاصل لنواصل جولتنا في أصحف